السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبائي أتمنى أن تكونوا في أفضل حال معكم نعمان زريوح في فيديو مصيري في هذا الفيديو الخطير والحصري سوف أجيب عن أخطر سؤال تطرحه كل ضحية نرجسي لماذا يا نعمان عندما أبتعد عن النرجسي دائما أعود لماذا لا أستطيع أن أحافظ على قطع الاتصال بشكل نهائي لماذا أضعف وكيف أستطيع أن أبقي على قطع الاتصال بشكل دائم أخيرا في هذا الفيديو سوف أعطيكم الاستراتيجيات استراتيجياتي الخاصة لكي تبقوا دائما على قطع الاتصال لكي لا تعودوا للنرجسي الخبيف لأن هذا الشيطان يعرف كيف يتلاعب ويعرف كيف يجركم للعلاقة من جديد وهكذا فأنتم ترجعون إلى نقطة الصفر بطبيعة الحال أنتم تعلمون كالعادة أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط إذا كنت رجلا فما عليك سوى قلب الأدوار قبل أن نبدأ هذا الفيديو المصيري أطلب منكم دعمه بلايك ليصر لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين وبطبيعة الحال الاشتراك وتفعيل الجرس فمرحبا بكم أحبائي أول استراتيجية لا تبرري أبدا للنرجسي سبب رحيلك لا فائدة من الدخول في نقاشات وفي حوارات لا تنتهي ولا طائلة من ورائها مع هذا الخبيث لأنه لن يفهم هذا أبدا مهما حاولت أن تشرح له أسباب الانفصال وأن تنفصل بشكل ودي بطبيعة الحال كجميع العلاقات الفاشلة فهذا لا يجدي أبدا مع النرجسي لأنه ملك التلاعب دائما سوف يبحث عن نقط ضعف في حديثك لكي يهاجمك من خلالها ولكي يجعلك تحسين بالذنب بأنك الآن بصدد تحطيم عائلة وبصدد تشريد أطفال وهكذا فأنت سوف تدخلين في متاهة لكي تبرري موقفك لكي تجعل النرجسية يفهم وجهة نظرك ونحن نعلم أن النرجسية لا يستطيع أن يتعاطف مع الآخر أي أنه لا يمكن أن يضع نفسه مكانك أي بكل بساطة لا يمكنه أن يفهم وجهة نظرك بل سوف يحاول دائما أن يحملك المسؤولية ولكي يدفعك لكي تتنازلي عن هذه المواقف نعم عليك أن تعتبر أختي العزيزة خطوة الانفصال عن النرجسي كأنها رد اعتبار لكرامتك كأنها تعبير عن حبك لذاتك كأنها وعد منك لنفسك بأن تبدأ حياة جديدة بأن تتخلص من قيود هذا الشريك الثام الذي هدفه الوحيد تذكري هذا هو تحطيمك والتحكم فيك هو جعلك تابعة له أي بدون هوية بدون شخصية تذكري أنك بانفصالك عن النرجسي فأنت تنقذين حياتك حرفيا ثاني استراتيجية هي البروك والمسح نعم كل كنا تعرفنا أخواتي العزيزات أن الحل الوحيد لقطع الاتصال نهائيا مع النرجسي هو الحظر هو مسح جميع قنواتي التواصل معه ولكن القليلات منكم هن من يطبقنا هذا بشكل صحيح نعم التكنولوجيا الآن تسمح لك أختي العزيزة بأن تقفي لي جميع الأبواب التي بإمكانها أن تترك النرجسي يعود للعلاقة وهو يتواصل معك سواء كان عن طريق الهاتف عن طريق قنواتي التواصل الاجتماعي عن طريق البريد الإلكتروني إلى آخره عليك أن تحظر النرجسي على جميع قنواتي التواصل بدون استثناء أي عليك أن تحظره بكل حزم بكل صرامة لأن التساهل في حظر النرجسي فهو يترك لهذا الخبيث المجال لكي يتغلغل لكي يتسلل من جديد وهكذا فهو سيستطيع جذبك للعلاقة وهذا هو الفخ الذي تقع فيه العديد من الضحايا اللواتي يعود ثم ينفصل ثم يعود من جديد وهذا يحكم عليهم بالبقاء دائما تحت طائلة النرجسي وبأن يعيشنا دائما في الجحيم النرجسي ثالثة استراتيجية أساسية لكي تبقي على قطع الاتصال نهائيا مع النرجسي هي أن لا تكون فضول يا أختي العزيزة كيف ذلك؟ العديد من الضحايا بعد أن ينفصلنا عن الشريك النرجسي ماذا يفعل؟ بعد مدة وجيزة فهذه الضحية فهي تتجسس بين قوسين على شريكها السابق تريد أن تكتشف تريد أن تعرف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما هو الجديد في حياة شريكها هل تزوج هل هو في علاقة جديدة هل غير عمله هل هو سعيد ما الذي يفعله هذه صدقيني أختي العزيزة من أخطر المصيادات التي تقع فيها ضحايا النرجسي لماذا؟ لأنك إذا بحثت لأنك إذا تجسست على حياة النرجسي فهنا فأنت تؤخرين تعافيك وصدقيني إذا كنت مهووس بشريكك تبحثين هنا وهناك تريدين أن تعرف ما الذي يفعله في حياته فهذا سوف يجعلك تصابين بصدمات بخيبات أمل لأن النرجسي سوف يظهر دائما على مواقع التواصل الاجتماعي كأنه سعيد تذكري أنه الآن ربما في مرحلة قصف حب مع ضحية جديدة لذلك فهو سيعطي للأخرين سيعطي للمجتمع نظرة لامعة براقة النرجسي دائما يريد أن يكون في أحسن حلة أمام الآخرين ولو أنه يعيش التعاسى لذلك فأنت دائما سوف ترينه سعيدا على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا سيجعلك تصابين بالخيبة بالتعاسى بالاكتئاب أختي العزيزة نصيحة هي لا تتجسس أبدا لا تكون فضولية لكي تعرف ما هو الجديد في حياة النرجسي إنسيه للأبد رابع استراتيجية نظف محيطك كيف ذلك سوف أشرح لك أختي العزيزة عندما تقررين للفصال عن النرجسي فهذا يعني أيضا أن تنفصل عن جميع علاقاتكم المشتركة أي أصدقاء مشتركين عائلة أو أقارب لديهم اتصال وتواصل مع شريكك نعم من الصعب جدا أن ننفصل عن أصدقاء أو عن أقارب ولكن هذا ضروري هذا يعتبر من التضحيات التي عليك أن تقوم بها عندما تنفصلين عندما تقررين قطع الاتصال نهائيا مع النرجسي لأن الأصدقاء المشتركين أو العائلة المشتركة فهي قنوات تواصل غير مباشرة يستعملها هذا الخبيث لكي يصل إليك لكي يأخذ الأخبار عنك لكي يتجسس عليك وأيضا هؤلاء الأصدقاء قد يتدخلون بينكما وقد يحاولون بحسنية أن يعيد الأمور إلى مجاريها أي أنهم قد يؤثرون عليك وقد يجعلونك تعودين للعلاقة إذن من الضروري جدا أن تنظف محيطك وأن تبتعد عن الأصدقاء وعن الأقارب المشتركين بينكما خامس استراتيجيا كوني صارمة كوني حازمة عندما تقررين الانفصال عن النرجسي فمباشرة بعد ذلك سوف يبدأ هذا الأخير في أن يحاول استرجاعك عن طريق هدايا عن طريق رسائل حب ملغومة بطبيعة الحال وهذا لكي يلعب على عواطفك على المشاعرك لأنه يعلم أنك متعاطفة أيضا بإمكانه أن يستعمل طريقة أخرى ألا وهي العنف أي أنه قد يهددك قد يرسل إليك رسائل تحذيرية قد يشوه سمعتك هذا فقط لكي يجعلك تخافين لكي يجعلك تتراجعين عن قرارك وأيضا قد يلعب دور الضحية كأن يظهر لك بأنه مريض بأنه يعاني بأنه مكتئب بأنه قد حاول الانتحار نعم كل هذا لكي يجعلك تحسين بالذنب لكي يجعلك تراجعين قرارك لكي يجعلك تعودين إليه حذاري من الرضوخ حذاري من الوقوع في هذا الفخ لأنك هكذا سوف تعودين تلقائي للنرجسي لأنه إذا غلبت عواطفك على عقلك فستعودين صدقيني نصيحتي هنا إذا لحظت أن رغبة العودة هي أكبر منك أنك لا تستطيعين أن تكون حازمة أنك بدأت تضعفين فهنا اتصلي بصديقة اتصلي بقريب اتصلي بأحد من العائلة واطلب من هذا الشخص أن يكون سندك المعنوي أن يحفزك أن يقويك أن يذكرك بالذكريات الأليمة باللحظات التعيصة التي عشتها مع النرجسي في قيبي إذا كان هناك دعم قوي من طرف صديقة من طرف أحد من العائلة أحد بطبيعة الحال تثقين فيه فهذا سيشكل جدارا منعا يحول بينك وبين العودة للنرجسي الشيطان سادس وآخر استراتيجية لقطع الاتصال نهائيا مع النرجسي هذه الاستراتيجية فقط استعمليها عند الضرورة ألا وهي اتخاذ إجراءات قانونية نعم أختي العزيزة إذا لاحظت بأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة بأنك بدأت تخافين على سلامتك الجسدية أو على سلامة أطفالك مثلا فهنا عليك أن تقدمي بلاغات ضد النرجسي قد تكون بلاغات للشرطة مثلا حتى تضمن سلامتك ولكن تذكري أن هذا الإجراء فهو إجراء الاستثنائي فقط في الحالات الخطيرة القصوى التي من خلالها تعيشين في رعب تعيشين في خوف والنرجسي يهدد سلامتك حرفيا لأن النرجسي عندما يتقطع مع السيكوباتي فهنا بإمكانه أن يلحق الأذى والضرر بك لهذا من الضروري أن تتخذ إجراءات قانونية لردعه أذكر بأن هذا الإجراء هو إجراء استثنائي فقط في الحالات القصوى إذا أعجبك هذا الفيديو المصيري لايك لكي يصل لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين في الوصف سأترك لكم روابط لفيديوهات أخرى مهمة جدا لتشاهدوها رابطا لتتواصلوا معي وروابط صفحاتي الاجتماعية كالعادة أنتظر آراءك وتجاربك في التعليق أسفل الفيديو موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم وكالعادة كونوا سعداء